قناة دينك نجاتك للتصميم الدعوية وسيكون إن شاء الله في الكرسي المعتاد في الحلقة رقم واحد بين الحصوتين إن شاء الله يوم الثلاثاء أنا أعتذر عن درس الغد وأرجو من الإخوة أن يعذروني وانسبوا عدم حضوري إلى حضوري أنا لا أدرس يومين في الأسبوع أنا أدرس سبعة أيام في الأسبوع سبعة دروس في الأسبوع انسبوا عدم حضوري إلى حضوري ولا أعتذر إلا لأمر متعة طالب العلم أن يجلس مع طلاب العلم من إخوانه فكيف إذا كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لذة الدنيا نعيم الدنيا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعاً الإخلاص والشيخ إذا أنعم الله عليه بطلاب هذه نعمة عظمى ومنّا كبرى ويراهم كأولاده يحب لهم ما يحب لأولاده بل والله إني أدعو لطلابي وطلاب العلم والطلاب الذين يستمعون دروسي وغيرهم من الطلاب الذين على الجادة أن يجعلهم الله خيراً مني وأن ينفع الله بهم الأمة وأن يقر عيني برؤيتهم في مقدمة من يعلمون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نريد للخير أن ينتشر وللحق أن ينتشر وكان الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله وهو إمام كما كان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول أحسبه إمام ولا شك أن الذي يعرف سيرة الشيخ مقبل رحمه الله يرى عجباً من حارس عمارة حارس فتقع بين أيديه كتب مدارس في التوحيد فيقرأ فيحب العلم والتوحيد والسنة فيتعلم ثم يشاء الله أن يلتحق بالجامعة الإسلامية ويحصل على شهادتين في نفس الوقت وكان يسمح بهذا قديماً في الجامعة يدرس انتساباً في كلية وانتظاماً في كلية فأخذ أظن كلية الشريعة وكلية الدعوة وحضر الماجستير فقيل في المناقشة لو كان النظام يسمح أن يعطى الدكتوراه في جلسة واحدة لأعطي الماجستير والدكتوراه ثم نفع الله به في اليمن فكانت دعوته دعوة عظيمة جداً ينبغي يا إخوة أن نقرأ سير علمائنا وتاريخ علمائنا القدامى ومن كانوا قريبين منا هذا يرفع الهمم إن شاء الله يعني شوف حارس عمارة أصبح إماماً من أئمة المسلمين بالإقبال على طلب العلم بالإخلاص ولذلك لا تحقرن نفسك لا تتطلع إلى أن ترفع ولكن أخلص لله واطلب العلم والله يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات الشيخ مقبل رحمه الله ما رزقه الله أولاداً وإنما رزق بأربع بنات وكان يقول لطلابه أنا أكثركم أولاداً يعني ذكوراً لأن أولادي طلابي ولا شك أن الذي يعرف الشيخ مقبل رحمه الله يعرف أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يعتني بطلابه عناية الأب أبنائه وكان يزور بعضهم في غرفته ويكرر عليها المسألة ويكرر لها المسألة ويتفقى الطلابه وما أحوجنا إلى هذا ما أحوجنا إلى أن نتحاب محبة حقيقية حتى ينصح بعضنا بعضاً ويدفع بعضنا عن عرض بعض تقرباً إلى الله عز وجل فيسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يرزقنا حسن المعاملة على الوجه الذي يحبه وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين نعم اشتركوا في القناة